أولاً من نجاة المالية أعطى توجيه دياله السامية ووضع خريطة طريق الخريطة الطريق فهي أول شيء وهو أننا نركز أكثر على التقنيات المرتبطة بتحليات المياه وكذلك المرتبطة بمعالجات المياه العادمة هذا ليجل أن في لجنة القيادة التي ترأسها سيد رئيس الحكومة رفعنا من حجم الإمكانية المالية الموجهة لحل إشكالية الماء بنسبة البرنامج 20-2027 الذي كان فيه 215 مليار درهم ووصلنا إلى 150 مليار درهم فيها أساساً مجموعة محطة جديدة للتحليات البيئة والذي من بينها بالطبع الدار بيضة التي نطلقنا في المفاوضات حولها مع الشركات التي تقدمت بعروض لدينا نشاء الله النظور كين الصغيرة كين قلميم كين أرفوت كين تزنيت إلى آخره والبرنامج إن شاء الله سنطلقه هذه السنة من جهة أخرى كين ما هو متعلق كذلك بالمياه العادمة الذي سنضعفه بعض المرات 25 مليون متر مكعب هذا سنوصله إلى 100 مليون متر مكعب والعديد من المدن ستستفيد من هذا الأمر وهناك كذلك ما هو مرتبط بالعقد الفرشاء لكي يمكننا أن يكون هناك واحد تدبير معقلان وعقلاني لفرشة المائية وفي هذا الإطار وقعنا على الفرشة المائية لبرشيل والفرشة المائية لبودنيب كذلك بالنسبة للمنطقة الشرقية وتنزيدوا نشتغلوا لكي إن شاء الله نوسعوا هذه العقد الفرشة لكي يكون تدبير معقلان للماء وأخيرا هناك ما هو مرتبط بالاقتصاد في الماء وفي هذا الإطار تنشتغلوا مع الوزارات المائية لكي ندروا تعاقدات من أجل النجاعة المائية اشتركوا في القناة